سياسيا جدد زعيم التيار الصادري السيد مقتدى الصادر دعوته للنواب المستقلين بالمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم غدا السبت فيما شدد على ضرورة عدم استبدال الجلسة بمغنم أو مأدبة وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب الصادر وفي تغريدة له نشرها عبر حسابه على تويتر قال إن يوم السبت ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم بل ومن المعارضة الوطنية أيضا وقفة مشرفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية وقال الصدر أيضا إنه فالتقف الموالات والمعارضة يدا واحدة لبناء وطن حر مستقل بهيبة وسيادة وكرامة مردفا بالقول لا تستبدل جلسة السبت بمغنم أو مأدبة فمن المعيب أن يترك العراق وشعبه بلا حكومة فمن حضر الجلسة وإن لم يصوت كان مستقلا بحق وصدق ومن تركها فهو ليس كذلك وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب